الصراعات بين أعضاء الاتلاف لم تتأخر في الظهور رغم وحدة الصف بينهم حول الخطة القضائية التفجر الخلاف بين باتسل إيل سموتريتش رئيس حزب صهيونية دينية ووزير الأمن يواف جالاند حول قرار إخلاء كرم استيطاني ما يعتبر ضربة لسموتريتش ومشجعي الاستيطان رد سموتريتش كان بالتلويح في تهديد في مكتوب مستعجل لنتانياهو بأن استمرار اقتلاع أشجار الاستيطان يهدد استقرار الحكومة ورد نتانياهو كان بوقف إخلاء الكرم نتانياهو يبدو أنه بين نارين من ناحية سموتريتش وبينكفير ومن ناحية أخرى الضغوطات الدولية سموتريتش وبينكفير موقفهم واضح ولا يخجلون به يقولون أنهم يرغبون بالمزيد من المستوطنات وبعدم إخلاء المستوطنات الغير قانونية والعشوائية بينما بني من نتانياهو يواجه دغوطات من المحكمة العليا في هذه الحالة وأيضا من المجتمع الدولي الذي يطالب بإخلاء مثل هذه المستوطنات خضوع نتانياهو لهذا التهديد كان بسبب اقتراب موعد تمرير ميزانية وزارة الأمن التي يعتبر سموتريتش وزيرا إضافيا فيها إلى جانب يؤف جالاند تأجيل المصادقة على الميزانية جبهة جديدة لم يرد نتانياهو الخوض فيها وهو يدير مفاوضات مع المعارضة على الخطة القضائية وخضوعه يعني أن سموتريتش سيتمكن من تشريع مستوطنات عشوائية كثيرة في إطار الرشوة التي يقدمها بن يمين نتانياهو لحلفائه من اليمين المتطرف لكي يدعموا موقفه فيما يتعلق بالتعديلات القانونية والقضائية والتي تخدم في ملفاته الجنائية هو أعلن أنه موافق على تقنين أو إطفاء الشرعية على المستوطنات الغير قانونية والمستوطنات المعروفة كمستوطنات عشوائية مصادر في حزب الليكود صرحت لوسائل إعلام مختلفة أن سموتريتش كان على علم بإخلاء المستوطنة وأنه أراد هذا الخلاف بوسائل الإعلام ليؤكد مكانه في وزارة الأمن ما يكشف أن الصراع بينه وبين جالانت سيبقى في حاجة لتدخلات نتانياهو ليمنع عن شقاق سموتريتش خوفا من تفكك الائتلاف